وآخر محطاتنا الصباحية مشاهدنا لليوم رح نروح لعالم الطفولي أهمية تعزيز وتنمية مهارات الأطفال بمختلف المجالات لكن تعزيز مهاراتهم بالقراءة مهمة كتير ضرورية لألون وخصوصا اليوم نحن رشع بقصر السوشيل ميديا اليوم اللي أخذ كتير من حياتنا سواء أنا الأهل أو الأطفال واليوم كمان في أشياء ممكن تساعدهم بالمراحل بالمناهج الدراسية قديش مهم هذا الشي لنبعد عن الأشياء السلبية صحيح ليلة ضويت نقطة كتير مهمة أنا بنتي بدل ما تكتب الكلمة على اليوتيوب بتسجلها صوت مشان ما تعزي بحالة مشان ما تعزي بحالة وتتدرب أكثر على القراءة يعني نحن اليوم بزمن عن جد يعني في أطفال كتير يعني وعمعانوا منه الكادر المدرسي بتقولك تهجئته ما نصح للمفروض بهذا العمر يكون عم يقرأ اليوم ضمن فقرتنا رح نحكي عن أهمية ثقافة القراءة عند الأطفال بالعمر المحدد رح نضوي على معرض الكتاب ورح نحكي عن أهم الكتب اليوم اللي بتدعم الطفل بعمر معين أنه يبلش يقرأ بطريقة صحيحة وخاصة اللغة العربية واضفتنا لليوم هي السيدة سميرة شكر وحضرتك كاتبة متخصصة في مجال الطفول سعد صباحك سعد صباحك أهلا سعد صباحك أهلا وسلم سعد صباحك أهلا بداية خلينا نحكي هيك بشكل عام عن أهمية القراءة تعزيز مهارات القراءة للأطفال اليوم هي مسؤولية كمان مسؤولية الأهل لأنه اليوم مثل ما ذكرنا أنه السوشال ميديا آخذ من حياة الأطفال نحن ما عم ندرك مدى خطورته عم يستسهلوا هذا الموضوع اليوم أنتوا دوركم كمان عم تدعموا هذا الشيء نحن عم ندعم هذا الشيء وعم نحاول نطلع وسائل تساعد أنه تبعد الطفل عن الموبايل وسائل تساعد أنه يرجع للكتاب أكتر بس مثل ما أنت إحنا لحالنا ما منقدر نعمل شيء قد ما عملنا وقد ما ابتكرنا إذا ما كان في مساعدة من الأهل تشجيع من الأهل على القراءة ابتكار نشاطات بالبيت وبالمدرسة لحتى الطفل يرجع شوي للقراءة ومثل ما ذكرت وصار الموضوع كتير صعب بالنسبة للأطفال صار صعب عليهم التهجئة صار صعب عليهم صار صعب عليهم نصرنا نستغرب نوصل الطفل لمرحل متقدمة بالمدرسة يعني أنا كتير بزعل وستغرب لما بشوف طفل صف رابع وخامس لسا مقدران يهجي والأدران والآن سات عم يعانوا أنه حتى بالامتحانات لسا مقدران يقرأ السؤال طب أنا كيف بده ينجح وكيف بده ينتقل لمرحل متقدمة فصرنا بعصر كتير صعب بهذا الموضوع لهيك نحن عم نحاول نشجع نحاول نبتكر قصص أشياء جديدة نحاول ندعم الأهل فيها نحاول نعمل ندوات نعمل أي شيء نرجع الأهل قبل الطفل للقراءة حتى الطفل يرجع يتعود عليها ومن هدول الخطوات اللي ذكرت يون ستة سميرة هي هاد الكتاب أنا أقرأ اليوم الأنبلاج كتير حلو قدي اليوم موم تراعي تخاطب عقل الطفل باللون اللي بدو يشوفه على غلاف الكتاب حتى اليوم أنا كنت عم بتصفح يعني الألوان بتشد الأطفال يعني بتجبرون أحيانا هيك أنه يستكشفوا القصة فأنت لعبتها كمبدئيا صحي يعني فخلينا نحكي عن هدول الكتب وأهميتهم تماما مثل ما ذكرت كتاب الطفل أول شيء قبل المحتوى هو يجذب الطفل الألوان الرسومات الأشياء اللي موجودة داخل الكتاب قبل ما يعرف شو المحتوى الكتب هدول اللي حكيتي عنهم هو عبارة عن مجموعة من أربع أجزاء اسمها أنا أقرأ لتعليم القراءة من الصفر من البداية أول جزئين هي تعليم قراءة الحروف وخلال الكتاب من جوه لحنا لكل حرف رسمين رسمة للشفاه شكل لفظ الحرف أول صفحة اللي احنا بلشين مثلا بالأحرف المدود اللي احنا بنسميها أو بيسموها باللغات الثانية هي الأحرف الصوتية الألف والوا والياء لحتى يبلش الطفل قراءة من البداية ما بلشنا من الأحرف الأبجدية وهو يعني هاي الطريقة الصحة اللي لازم يمشوا فيها حتى بالمدارس يبلشوا من المدود بعدين يبلشوا يوصلوا بالأحرف الثانية وهذا اللي مشينا فيه بهذا الكتاب أول جزئين هي تعليم الحروف وطريقة لفظة وطريقة لفظة مع المدود والجزء الثالث هو قراءة بتبلش الطفل يقرأ يهجي هي عبارة عن قصص كل قصة ثلاث كلمات الجزء الرابع هي عبارة عن قصص من سطر واحد حتى يبلش الطفل هو اللي معاك هون أصعب شي يعني هي المرحلة الرابعة في ضخ أكتر بيهجي تمام بيبلش الطفل يقرأ قصة كاملة مو جمال الجزء الثالث هو جمال الجزء الرابع هو مجموعة قصة كاملة هيك بيكون ساعدنا الطفل على التهجئة ساعدنا بطريقة مرغوبة لإلو ألوان ورسومات وقصص وطريقة وسهلة للأهل حتى يعني هي ما في داعي هون للتدريس ما في داعي لأنصة الأمب والبيت بتقدر تستخدمه اليوم هذا جزء يمكن آخر جزء في يون أو هذا جزء هذا الأخير اليوم فيه قصص محافظة رائحة نظري اسمي هي أول قصة ليلى أنا كنت عمدور على اسمي على فكرة كاتبي ديما خلص المرات الجاية إن شاء الله هذا المخرج مذكور اليوم بالكتاب اليوم هاي القصص كتير حلوة يعني اليوم هدول الأطفال ممكن تشجعن وتشدن بالمراحل الأولى كمان اليوم قديش مهمة الألوان وأيضا قديش مهم اليوم هيك الشغلات مثل القصص اليوم لما بدك تبسكي الطفل وتقول له اقرأ حتى من الكتاب لما بده يبلش أحيانا في أطفال ما بيبلشوا معن بالقراءة أو الكتابة ليبلشوا صف أول أو يمكن بمراحل الروضة اليوم أكيد رح يتقف أف ما رح يحب لما بده يبلش فورا دراسة وصعوبة قديش مهم هاي الشغلات يبدأ فيها الطفل من مراحل مبكرة تمام لحظم هاي الشغلات موجهة للأهل تأهيل قبل ما يفوت للمدرسة لأنه نحن عنا عم نعاني بجيل ملول مالو خلق يعود لدراسة لأنه صار في عنده صار في عنده مقومات أحلى من القراءة وأحلى من الدراسة تعرف في أطفال بيدرسوا هنو فاتحين اليوتيوب جنبون بيكون الأهل ما عندهم كتير هالسطوق هالسيطرة على أطفالهم تألم الموبايل جنبهم بيقول لك خلاص أنا عم بكتوب شو بدك لدي صار وحتى الأهل بيستسهلوها يعني أنه هم إنه يقعد يدرس خلي قداموا الموبايل حتى صارت حجة أنا عم بدرس من النات فما بتعرفي عم يدرس ولا عم يتسلم لهيك لحنا بدنا نطالب الأهل برقابة أكتر الموضوع النات وموضوع اليوتيوب والسوشال ميديا غزتنا فما عد فينا نحن نوقفها بس فينا نخففها فينا نستخدمها نحن بشي ناسبنا ونسب أطفالنا إيجابي تمام في كتير حتى عن نت في كتير تطبيقات تدريس في كتير تطبيقات تعليم في كتير تطبيقات أصص بالنوم في كتير تطبيقات تشجع الطفل على القراءة نوجه الأطفال لهي التطبيقات لهي القنوات لهي الأصص اللي عم يخترعوها جديد حتى تساعدهم يستخدموا الموبايل بطريقة إيجابية خلينا نروح لمعرض الكتاب ونحكي اليوم على أهم الكتب اللي كانت متواجدة من المعرض نحكي اليوم كيف كان إقبال الأطفال يعني شو اللي لفت نظرهم أكتر شي شو حسيتي أنوا حبوا هذا الكتاب أكتر من هذا الكتاب ميولون يعني هلأ أول شيء نحن كثير موصلتين بمعرض الكتاب كان الإقبال غير متوقع نحن كنا خايفين كان في ظروف شوي صعبة بالبلاد فلحنا أتوقعنا يكون الأقبال أقل من هيك لا الحمد لله لحنا بكل سنة عم نثبت أنه نحن شعب مهتم شعب مثقف وواعي ومهتم بالقصص أنه نحن نبعد طفلنا ما تمحكينا عن الموبايل نلاقونا شغلات جديدة فعم تجي العالم على معرض الكتاب لهذه الغاية شفنا أقبال كتير الحمد لله من المدارس وزارة تربية ساعدتنا عملت رحلات مدارس كتير حلوة على معرض الكتاب هلأ أكتر شيء لفت نظر الأطفال أنا مستغربة بهذا الوقت الأطفال عم تتوجه للشغلات العلمية عن الفضاء عن العلوم عن جسم الإنسان استكشافية يعني وهي منها بتبعد الطفل عن المشكلة اللي احنا حكينا فيه أنه هو ملون فبسيري بيقرأ وبيتفاعل في كتب اللي احنا شفناها هي مجموعة تجارب علمية مثلا يقرأ التجربة ويطبقها بالبيت موادها كتير بسيطة هاي الشغلات اللي احنا شفناها بدور النشر أثبتت أنه دور النشر عنه السوريين مهتمين بهذه القصص فالحمد لله إن شاء الله قادم أحلى هذا الكتاب لفت نظر يتعلم الحروف مع الحركات اليوم قديش كمان مهم الأطفال كمان يتعلمون ومو بس يتعلموا القراءة والكتابة كمان يتعلموا التشكيل والحركات قديش أن يكون فيه إقبال على هذا الكتاب هذا الكتاب فاجأني صراحة كان من أكثر الكتب مبيعا بمعارض الكتاب السوري والمعارض الخارجية هو عبارة عن جمل قسم في كم صفحة بتحكي عن حركة معينة جمل والجملة منضوين فيها مثلا حركة الكسرة الكلمة اللي فيها حركة الكسرة مضوينة بلون تاني وعملين كمان التشكيل بلون تاني مشان يلفت نظر الطفل أن الكسرة هي بتناسب الياء الألف هي بتناسب الفتحة يتعلم اللغة العربية الصحيحة والقراءة بشكل صحيح خلينا نروح بعد من بعد خطوة المعارض والأقبال الجميل اللي حضرتك حكيتين عنه هدول أنا أقرأ أنا حبيتهم يعني شو محضرة سميرة في معبعات هاليوم في إصدارات جديدة هل عم تفكري مشروع جديد هل في خطة جديدة للقراءة أو للأطفال تمام أكيد في دائما نحن في عنا شغلات جديدة متجهين هلأ للطفولة المبكرة للأعمار الصغيرة من سنتين إلى خمس سنوات قبل دخول المدرسة مو بس شغلات وسائل تعليمية حتى في شغلات فكرية لفت نظرنا بالمعرض أنه متجهين الأطفال للقراءة البسيطة كان في عنا مجموعة مسابقات سؤال وجواب معلومات عامة كثير لاقت إقبال من الجمهور ومن الأطفال فلحنا عم نشتغل على نفس هل عندي مشروع جديد نفس الفكرة مسابقات معلومات عامة بس الأعمار كثير صغيرة ويسنتين إلى خمس بس هدول الأعمار تحسين بيميلوا للرسوم أكتر من هي فيها رسوم هي مو أنه بس بس سؤال وجواب أو هي احنا عاملنا الرسوم وعملنا تصميمات إن شاء الله رح تعجبكم يعني رح تعجبنا أكيد أكيد إن شاء الله يوم حضرتك عم تذنكري أعمار عمر السنتين أو أكتر شوي هدول الأعمار كتير صغيرة لكن يمكن في بعض الأحيان ممكن أنه يستوعبوا أو يترسخ بزهنهم التعليم أكتر ممكن أنه ينسجموا ويوصلوا لمرحلة فعلا أعمار صغيرة أنه تقدر تقرأ بهذا العمر أكيد أول فكرة نحن نستطيع نسيطر على هذا العمر قبل ما يكبر يعني فينا نعودوا على القراءة قبل ما نعودوا على الموبايل فينا نبلش معه بعمر صغير هلأ أنا أعمل أعمال لأعمار صغيرة من سنتين إلى خمس سنين بس القراءة والاتجاه لهذه المواضية لازم يبلش من عمر أصغر حتى من الردة حتى في عندي هلأ أعمل بطاقات جديدة لحديثي الولادة من عمر يوم لعمر سنة لكن ناس تستغرب هلأ هالنقصة الحكيتية يعني من عمر الولادة من عمر يوم لا هو في كتير دراسات أثبتت أنه الدماغ الطفل بينمو من عمر يوم إلى عمر الخمس سنين بينمو الدماغ بنحو 80% من دماغ الإنسان وال20% هي بالأعمار التانية والمتقدمة لهيك لحنا بترسخ المعلومات وتترسخ أسرع العادات الجيدة اللي حنا نعلمها للطفل نعلمها بهذا العمر قبل ما يتجاوز الخمس سنين فالبطاقات اللي إحنا هلأ حنساوية جديد لحديثي الولادة هي أول شيء بتبلش بالتحفيز البصري الألوان تعليم الألوان البيض والأسود بعدين ندخله لون تاني تسليل الأطفال بحبو تسليل الرسومات هلأ هون لسه ما بيبلش إنه يمسك قلم أو شيء نحن بس نصور هي عبارة عن صور تحفيز بصري بعدين نعرفه على الأشياء من حوله الصورة مع كلمتها شو هي بعدين نعرفه على العائلة يعني هي بالتدريج من بلش معه لحتى عمر السنة خلينا نحكي عن نقطة جداً مهمة وسوريا كانت يعني من الدول السباقة في السنوات الأخيرة فيها وهي تحدي القراءة قديش كانت هاي المسابقات هي عامل تحفيزي كان عندكم أو كان عند الأهل نحن شجعتنا أول نحن نعمل نبتكر شغلات أكتر وقصص أكتر لأنه مثل ما شفتي أو هو حتى مصابقات تحدي القراءة في إلى شروط معينة أو كتب معينة إنه يقلوها فلحنا صرنا نبتكر شغلات إنه تساعد بالمتسابقين اللي بدن نفوت على تحدي القراءة مثل الحمد لله نحن بسوريا دائماً في إلنا حضور ودائماً متواجدين دائماً نحن نوصل للصفوف الأولى يعني شفتي شامبك كور صار عندهم شغف لدخول هي المصابقة بعد يعني هذا النجاح والاستقبال أخذته شامبك يعني شامب كانت المثال يحتدى فيه للأطفال شجعت الأطفال أنا بسير بالشام شجعت الأطفال وشجعت الأهالي حتى يساعدوا أطفالهم ليوصلوا بهذه المرحلة اليوم أداي مهم التنوع بالوسائل التحفيزية للأطفال يعني النقطة يحبوا يشاركوا بهذه المسابقات اليوم هاي النقطة كتير مهمة حتى بالمدارس بالمعاهد الدروس الخصوصي بكل شيء أنه حلو دائماً الطفل يتحفز أنه فيه جائزة اليوم أفضل طفل فيه له جائزة اللي بيقرأ أكتر يعني اليوم قدش هاي الوسائل التحفيزية لما بتتنوع بتفيد الطفل أكتر وبتخليه عنده حافظ لحتى تمام هاي الوسيلة اللي احنا لازم نستخدمها نبلش فيه من بيتنا نعمل نشاطات بين أطفالنا إذا كان فيه أكتر من طفل بالبيت نعمل مسابقات يلي بيقرأ اليوم أكتر يلي نعمل القصة ونعمل عليها أسئلة اللي بيجاوب أحسن فالي يكون إله جائزة إلى مكافأة هاي الشغلة إذا بلشنا فيه من بيتنا دائماً نحاول بس ما تكون الجوائز مادية يعني خليه معنوية مشوار جمعة لعبة أكتر ما أنه تكون الوسيلة المادية أكتر فالطفل خاصة بالأعمار الصغيرة أنا بأكد عليها أنه اختصاصي أكتر بتشجع لهذه الأمور أكتر فكل ما حفزنا أكتر كل ما شجعنا كل ما كان فيه مكافأت كل ما هو بيرغب أكتر لا يكون مادية ذكرت أنه ما يكون هو ما يكون مادي دعوم الثفل أول شي ما رح يكون بالأعمار الصغيرة ما رح يعرف شو يعني مادة ما رح يعرف شو يستفيد منها اللعبة هو شغلة بيحبها مشوار يعني صديق مثلاً إذا اليوم خلصنا هاي القراءة تشيريك منروح على صديقك الفلاني هاي الشغلات بتعني له أكتر ومنه ما منعلم الطفل يكون بس في حوافز مادية بس في حوافز أنا بس بدي أنا بس بدي أقرأ أنا بس بدي أقرأ لأنه في كم موقع بتعود بيحطوا شروط بيحطوا شروط وبتعود وبيصير بيقرأ لهي الغاية أو بيتعلم لهي الغاية فلحنا لأخلينا عنه غايات أسمة وأحلى تب خلينا من خلالك أستة سميرة عم تقولي يعني ذكرت كلمة أنه هاد مجالي وكونه هاد مجالي أنت اليوم قادرة أنك تقولي الأمهات شو هي أكتر القصص التحفيزية من خلالها قادرة أنا شجع طفلي أنه يمسك رواية ولا صغيرة يعني على مستوى تفكيره العقلي والعمري ويقراها أهلا من قبل مع أنه أنا وجهه بدي أعرف هو شو اهتماماته يكون في حوار دائما بين الأهل والطفل لا تفهم اهتمامات طفلك أكتر هل هو اهتماماته علمية هل هو اهتماماته أدبية هل هي ثقافية هل هو بس مجرد أنه يحب يلعب إذا فهمت طفلك بتقدر تعرفي تتوجه لأي قصة بدك تروحي في أطفال بتهتم بالتاريخ في أطفال بتهتم بالعواصم والبلدان والجغرافيا والخرائط كل ما فهمت طفلك أكتر أنت رح تكون مرتاحة أكتر بالاختيارات حاولي لما بتنزلي إنه بدك تشري كتاب أو بتنزلي على مكتبة أو حتى وقت كنا بالمعارض تشاركي طفلك أكتر ما هو يختار مثل ما أنا الطفل بتجذبه رسومات بتجذبه الألوان قبل ما يشوف محتوى الكتاب فتساعدي هو شوفي هو شو بيلفوت نظره فيك أنت تنصحي يقول له لا هذا بناسب عمرك هذا ما بناسب عمرك شو ليك هذا بنقرأه سوا بالبيت دائما يكون في تشاركية مع الأهل لأنه إذا شاركتي رح يرغب أكتر أما إذا الشغلة مفروضة عليه هو بس يعني رح يبعد أكتر عن القراءة تمام حضرتك عم بتحضري لأعمال جديدة في أعمال جديدة إليك قادمة إن شاء الله قلت البطاقات لحديثي الولادة في بطاقات لعمر أكتر هي مصابقات معلومات سؤال وجواب وفي عندنا أصاص جديدة إن شاء الله بدنا نشاركها بجوائز ستمنى عليك التوفيق الدائم شكراً لحضورك معنا هنا ستمنى عليك التوفيق ستنيرا شكراً لحضورك وأكيد اليوم القراءة هي أحد أساسات في نجاح الطفل اللي كان بالحياة أو بالمدرسة اليوم القراءة يعني الكتابي بشكل صحيح اليوم نشرح علامات للطلاب بكالوريا وتاسع بعدم فهم الخط أصلاً يعني لأنه ما بيعرف إقرب الأصل بشكل جيد فإن شاء الله هيك نشوف الأطفال معتمدين هذا المنهاج والأمهات يهتموا أكتر شكراً لحضورك اليوم نتمنى هيك إصدارات جديدة وأكيد نحن هنضوي عليها شكراً كثير شكراً أصدافتكم الحلوة